قبل أن يواجه نادي المريخ خسارة من المريخ هزت نادي اتحاد العاصمة وخسر مع ذلك العديد من اللقاءات في بطولة الدولي الجزائري اليوم أيضا يتمنى بأن يعيد الثقة لجماهيره وأن يعيد البسمة للجماهير الجزائرية جماهير اتحاد العاصمة أحد الفرق التي تملك شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس في الجزائر فقط لذلك جماهيره تحضر تملأ الجنبات الملعب لكن كنا ننتظر أن نشاهد حضور جماهيره أكبر في هذه المباراة وفي هذا اللقاء والمدنب الفرنسي تيري فروغي الذي قال بأن فريقه في موقف حرج من أجل تحقيق الفوز على أرضه وصد جماهيره وتاهل إلى ربع نهاية بطولة كاز زايد من خلال فوز صعب بفارق مريح من الأداب لكن الضغوطات أكبر على الفريق الجزائري لتعويض الهزيمة المريرة ذهابا يعتمد على قدرات مهاجمة على الكونغولي على عبد الرحمن بن زيان بجانب أيضا ربيق مدربال خبرت محمد بن خماسة وعبد روب بن غيظ هذه الأسلحة المهمة بالنسبة للمدنب الفرنسي تيري فروغي بينما على الجانب الآخر أيمن أو يامل السلفاني مدرب المريخ السوداني ليعتمد على نتيجة الذهاب هذه الكرة عرضية لكنها تتخلص تعود من روخ رام المحاولة لألتاة اليسر رمضان نقل عرضية وبعدد عادة الكرة لمسرح التناديم الاتحاد العاصمة بداية هذه المباراة المريخ يبدأ على إمين السادة المشاهدين بالألوان الصفرام ونادي اتحاد العاصمة على يسار السادة المشاهدين في هذه المباراة وفي هذا اللقام تشكيلة الفريقين رح نتحدث عنها في اللحظات القادمة المريخ اليوم عند غيابات لكن المريخة بمن حضر والعميد عند اتحاد العاصمة هو الآخر أيضا بمن حضر وما بين حلم هذا وأمل الآخر في انتظار أن نشاهد إثارة ومتعة كبيرة ما بين الفريقين نادي اتحاد العاصمة يبدأ باسماعيل منصوري في حراسة المرمى حمد بن يحيى حمد مفتاح وليد عرجي ورضوان شريفي وسط الملعب عبد الروب بن قيط واسماعيل الشيتة وحمزة قودري فوزي يايم محمد أمين عبد الرحمن ميزيان هذه تشكيلة تنادي اتحاد العاصمة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء بينما المريخ الي يبدأ بمنجد أبو النيل أبو النيل حارس المرمى بالقميص رقم ثلاثين محمد محمود سبعة خالد طاهم أو خالد النعسان بالقميص رقم ثمانية والغربال محمد عبد الرحمن بالقميص رقم عسرة تاج الدين طراج عاطف بالقميص رقم ثلاثة ومحمد علي أرباطاش ضياء الدين أتساطاش أمير حقار الكرة العرضية والمتابعة لكن لم تأتي المتابعة لم تأتي المتابعة أمير حقار محمد بالقميص رقم أربع وعشرين ورمضان عجب بالقميص رقم تسعة وعشرين هذه تشكيلة المدرب يوم الزرفاني في هذه المباراة وفي هذا اللقاء كرة ومحاولة بتعود لمسرعة نادي اتحاد العاصمة اليوم عندنا أيضا طرق تحكيم إماراتي في هذه المباراة في دور السطاش من بطولة كازاي دلاندي الأبطال الحكم سلطان عبد الرزاق هو اللي يقود هذه المباراة ومساعد أول أحمد الراجدي مساعد ثاني مسعود حسن بالتوفيق إن شاء الله للطاقم التحكيمي في هذا اللقاء وفي هذه المباراة كرة تتخلص وبعد ذلك بتمرنا إلى رمية تماث ملعوبة لأن أمامية محاولة وصلت هذه سهلة عند حالي السل المرمى اللي خرج في توقيت المناسب وامسك بالكرة الماضية ومجد النيل يتواجد اليوم في هذه المباراة كأساسي في هذا اللقاء يعتمد عليه المدرب يامن الزلفاني يامن الزلفاني أيضا هو الآخر يعني في موقف صعب السلام بسلام إن شاء الله بسلام إن شاء الله رمضان عجب والتدخل في اللعبة الماضية وحكم المباراة يحتسب خطة على رمضان عجب خطة يحتسب على رمضان عجب إن شاء الله يعود مشافة معافة أعتقد بأن محمد بن إحيو هو لسقط على أرضية الملعب في الكرة الأخيرة تدخل اللي كان قوي من أسامة أو على أسامة أسامة شيتا أسامة شيتا هو اللي كان ساقط على أرضية الملعب والله الحمد يعود مرة أخرى أسامة شيتا يكمل المباراة مع زملاء في الدقائق القادمة من هذه المباراة ومن هذا الغيابات موجودة الغيابات موجودة في قائمة الفريقين وفي تشكيلة الفريقين رمضان عجب تحصل على بطاقة صفرة أول بطاقة صفرة بعد مرور فقط أربع دقائق رمضان عجب يتحصل على البطاقة الصفرة الأولى في هذه المباراة عكم المباراة سلطان عبد الرزاق يشهر بطاقة الصفرة يكون بتعود الآن والمحاولة وصلت في الجهة اليسرى خمس دقائق أولا أسرع هدف ستل في هذه البطولة كان بقدم الغربال بالخميسة رقم عشر اللاعب محمد عبد الرحمن هو من سجل أسرع هدف في هذه البطولة بعد مرور فقط 24 ثانية تقريبا وضع بصمة الأولى في تلك المباراة وأسعد المريخام وهزم درمان بفرحة كبيرة كانت لجماهير المريخ وأول هاتريك أيضا سجل في هذه البطولة كان بقدم محمد عبد الرحمن كرب تعود الآن محاولة هذا إلى وسام الشيطة شيطة نقل في الجهة اليوسرا تأميراتها حاضرة فوزية وهذا عبد الرحمن عبد الرحمن مزيان مزيان لعيب مزيان 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 نقل عرضية جميلة خطيرة عدت الكرة عدت الكرة إلى ضربة مرمى فرصة بضيع فرصة بضيع لكن الكرة عدت ومرت إلى ضربة مرمى رائعة إلى محمد أمين ومحمد أمين حاول أن يستلم الكرة الأخيرة لكنها عدت ومرت إلى ضربة مرمى ضربة مرمى من جهة النيل شباكة تضيفة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء اليوم يفتقدون يفتقدون العقرب بكر المدينة بكر المدينة ورقة مهمة في وسط الملعب يغيب عن هذه المباراة ويغيب عن هذا النقام كرة تعود إلى محمد مفتاح يمر الكرة في الجهة اليسر إلى أسامة الشيطة عادة إلى محمد مفتاح قلب الدفاع أقل في وسط الملعب تأمريرا إلى أسامة أسامة ولعبة في الأمام لكن أيضا الكرة سرعان ما تعود عادة مرة أخرى لعبد الرحمن أو عبد الروف عبد الروف بن غيد تأمريرا أمامية لمسة رائعة وصلت إلى فوزي فوزي كانت أيضا الشكوك تحوم حوله بأنه غير قادر على التواجد في التشكيلة الأساسية لكن فوزي حاضر في هذه المباراة وحاضر في هذا اللقاء ويتواجد اليوم كأساسي بالقميس رقم سابعة فوزي يا يام واحد من الأسماء والأوراق المهمة بكل تأكيد كنا بتعودنا محاولة ولمسة وصلت إلى رمية تماث شوف جماهير اتحاد العاصمة تحضر تؤازر تشجع جماهير اتحاد العاصمة اللي صنفت بأنه من الجماهير الأفضل في العالم العربي من قناة كنالبلوس الفرنسية الكرب تعود الآن والمحاولة وبعدة مرت إلى رمية تماث جماهير تعشق فريقها لدرجة الجنون لذلك اليوم يحضرون بأعداد كبيرة صحيح بأن الفريق لا يمر بفترة جيدة في الدور الثاني ومنذ خسارة أمام المريخ لكن اليوم هذه فرصتهم هذه فرصتهم اليوم بأن يعوضوا كل ما فات بتحقيق الانتصار و إسعاد الجماهير الكرب تعود الآن فيها محاولة وفيها خطأ فيها خطأ لمسرحة اتحاد الآسمة شوف جماهير اتحاد الآسمة لا تهدف هم يطلقون على ملعب خمسة بأن السانسيرو السانسيرو يرددون جاينا من سانسيرو في بلوغين عندنا غيرات عندنا منعطف هي الكحلة والحمرة على الياس مانبراش على الياس مانبراش هذا وهذه أغاني اتحاد العاصمة في هذا الملعب دائما ما يرددون هذه الاهازيت في ملعب خمسة جويليام الكرة بتعود والمحاولة تتخلص هذه وتمعد عادة مرة أخرى للفريق الجزائري الذي يبحث في أن يستفيد من عاملي الأرض والجمهور اليوم جماهيرا موجودة ويلعب على ملعب ويبقى كل شيء جايز في كرة القدم ريمونتادة تكون تاريخية ريمونتادة جزائرية في وطنة الكاز زايد يعني يتفوق في هذا المباراة بينما نأدي المريخ فريق اللي انتصر بالأربعة في ملعبة قدم أداء كبير صحيح بأنه ودع البطولة الأفريقية لكن لا يبحث بأن يودع أيضا بطولة أخرى خارجية مهمة بالنسبة للمريخ اليوم المريخ لا يمثل نفسه كما أن اتحاد العاصمة لا يمثل نفسه المريخ يمثل السودان والاتحاد العاصمة يمثل الجزائر والكرة بتعود الآن الغرباء المزعد الغرباء المزعد الكرة تتخلص وتبعد عادة سامشيتا خطب وهناك صافرة ووجود راية وتسلل في اللقطة وفي اللعبة الماضية فريق اتحاد العاصمة في دور الثلاثلاثين أبعد القوة الجوية العراقي بينما نادي المريخ في دور الثلاثلاثين استطاع بأن يتفوق على الجيش السوري ويقصي الجيش السوري ليصل إلى دور السطاش الآن من يتآهل إلى الدور القادم من سيتآهل إلى الدور القادم إلى دور الثمانية ستة وصلوا في انتظار السابع اليوم والثامن غدا الكرة بالطول بتعدي فيها صافرة وهناك أيضا خطأ في اللعبة الماضية اليوم الفريقين يلعبون بالأسماء المحلية ما في ما في في التشكيل أي أجنب لا في قائمة البريغ ولا في قائمة اتحاد العاصمة في هذا اللقاء وعلى طالي الأجانب يبقى الأجنب اللي لن ينساها العاشق والمحب العناد اتحاد العاصمة هذه كرة وصلت للغرباء يحاول فيها تتخلص واته بعد محمد مفتاح بعدها من أمامه عادت إلى فوزي الأمسف لجأة اليسرى إلى ميزيان هذه خطيرة ميزيان 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 بمهارت ميزيان يحاول فيها ميزيان مر ميزيان تقدم ميزيان راوغ نقلب في الجأة اليسرى ميزيان لاعيب ميزيان مسعد ميزيان لم يلعب مباراة الدهاب إلا في اللحظات الأخيرة لأنه كان متواجد مع المنتخب الجزائري في مباراة مع المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة البطولة كأسرهم من أفريقيا ولم يحضر ميزيان في التشكيلة الأساسية في تلك المباراة اليوم ميزيان يتواجد كأساسي ورقة مهمة واحد أهم الأسلحة في قائمة المدرب الفرنسي الكرة بالطولة بتعدي إلى رمية تماث رمية تماث لمصرحة نادي اتحاد العاصمة في اللعبة الماضية بينما نادي المريخ عند أسلحته عند لعبين لكن يفتقد لنجم بكر المدينة نجم الشباك في تشكيلة الحمرة لكن يحضر محمد عبد الرحمن يحضر خالد النعسان ضياء الدين محمد الرشيد لذلك يعني عبد المنعم شط المدير الفني السابق للإتحاد الأفريقي اللي تحدث وقال بأن المريخ فريق كبير ولدي قدرة على عبور عقبة اتحاد الجزائر في عقر دارة وعودة اتحاد الجزائر لن تكون سهلة تحت أدر ضغط مكثف منذ البداية وتشكيل هدف مفكر وحسب التآهل يأتي بالصبر يأتي بالصبر وعدم الاستعجال هذه جماهير اتحاد العاصمة على فكرة هذا المنعب خمسة جوليا زارة نجم الكبير مالديني مالديني الابن كرب تعود الآن محاولة عرضية خطيرة لكنها مرت من رمضان عجبين ضربت مارما ضربت مارما خطيرة اللعبة الماضية رمضان عجب لعبها براسم لكن الكرب مرت بجوار القائم إلى ضربة مارما فرصة بالضيع فرصة بالضيع في اللعبة الماضية هذا الملعب زارة مالديني كان حاضر لتكريم فوزي غلام حاضر إلى الجزائر لتكريم فوزي غلام بجائزة أفضل لاعب جزائري نجم نادي نابولي ووجهت لها الدعوة من فريق اتحاد العاصمة فريق اللي يعني يرتدي مثل ألوان الميلان وجماهيرة تطلق على هذا الملعب سانسيرو وهي جماهير السانسيرو وتطلق على فريق أيضا الميلان جماهير اتحاد العاصمة حاضر مالديني وانبهر عندما شاهد ميلان الجزائر عندما شاهد اتحاد العاصمة بهذا الحضور الجماهيري وشاهد الهتافات الموجودة في المدرجات في خمسة جويليم واستمت عكيد بمنظر المدرجات وكان لحضوره أثر كبير على الجماهير الكبيرة والعاشقة والمحبة لفريق اتحاد العاصمة كنا بتعود الآن محاولة عادت إلى وسامة شريتا وسامة نقلها في الجهة نوسرا تمريرات حاضرة ربع ساعة أولى والأمور تبقى عند التعادل السلبي ما بين الفريقين نتيجة كلما مر الوقت كلما ازدادت الثقة في ناعبي نادي المريخ كنا بتعود الآن محاولة وصلت تعدية أمامية اتحاد العاصمة واجه المريخ في دوري أبطال الأفريقية بين 15 الكرة موجودة الآن والمحاولة فيها لمسة يد في اللقطة الماضية لكن حك المراد أمر باستمرار اللعب منجد النيل خرج في التوقيت المناسب وامسك بالكرة الماضية هذه اللقطة وهذه اللعبة وهنا أيضا لمسة اليد الواضحة في اللقطة الماضية حك المراد كان قريبا ولم يحتسب أي شيء أمر باستمرار اللعب تعود الكرة في وسط الملعب ليأخد يحاول فيها لكن هناك سقوط على أرضية الملعب وخطأ في اللعبة الأخيرة المريخ واجهة أيضا اتحاد العاصمة في دولة أبطال أفريقيا بنفس العام وفاز عليه واحد الأشيء ثالث المواجهات أتت بانتصار عريض في بطولة كاز زايد للأندي الأبطال بربعية مقابل الهدف هدف اليوم هي المواجهة الرابعة اليوم المواجهة الرابعة ما بين الفريقين تاريخيا كرة بتعود الآن محاولة طالة وعدت إلى رمية تماث رمية تماث مدرب الفرنسي يدون يسجل وينتظر هدف أول لفريق في دقائق القادمة كرة بتعود الآن محاولة وصلتها في وسط الملعب إلى ميزيان أو هذا اللعب عبد الرهوف حاول فيها في الكرة الأخيرة كرة بتعود إلى حمزة حمزة ونقل أمامية تتخلص هذه وتبعد عادت إلى وسامة خطفة من أمام ممتاز المحاولة من محمد عبد الرحمن مزعج مزعج محمد عبد الرحمن لعب اللي بدأ مع سيد البلد بدأ مع الهلال أحد قطبي الكرة السودانية كان هلال أبي في بداياته ثم بعد ذلك أصبح مري خابي واجه نادي الهلال في دوري أبطال أفريقيا في المباراة المهمة الكرة فيها صافرة وخطأ لا حكم المباراة أمن باستمرار اللعب لم يحتسب أي شيء لم يحتسب أي شيء وسط اعتراض وامتعاض من الجماهير ومن اللاعبين على الحكم سلطان عبد رزاق راح نشوف في العادة راح نشوف في العادة هل كان فيها خطأ على منجد النيل شوف التدخل على رضوان شريفي على رضوان شريفي إلى الآن ما في أي شيء شوف منجد النيل ما أعتقد ما في هاي شيء ما في هاي شيء هذه النقطة واضحة منجد النيل حارس للمرمى سقط لوحدة رضوان شريفي كان يطالب بركل الجزام من هذه الزاوية أعتقد بأن الكرة ما في ركل الجزام على الفريق السوداني على المريغ سقوط على أرضية المرعب بالسلام إن شاء الله الصحافة السودانية تحدثت اليوم وحفزت المريغ بشكل كبير وأيضا كان هناك عمود للي الدكتور مزمن أبو القاسم اللي قال المريغ الأمجاد حاضر يا جزائر قال لبنا تعود على التشاوم في حضرة المريغ مهما قزت عليه الظروب لأننا تعلمنا منه معنى التفاول نعلم يقينا ويعلم كل محبي الكرة السودانية أن عافية الكرة السودانية مرتبطة بعافية المريغ وخروج المريغ من أي محفل للتنافذ الخارجي يعني خروج الأنذية السودانية المريغ والهلال هم اللي يمثلون السودان خارجيا وهم اللي يقودون السودان لتعلق هذه كرة خطيرة الأكل بتعدي هو بتمر إلى ركلة ركنية ركلة ركنية ركلة ركنية لمسلحة نادي اتحاد العاصمة بورسة خطيرة لاتحاد العاصمة منجد النيل تعلق في المرتين حرم اتحاد العاصمة من هدف أول في اللقطة الماضية ركن ركنية لمسلحة نقلها عرضية تتخلص هذه وتمعد عادة مرة أخرى الكرة العرضية الخطيرة عمام المعرمى لكن الكرة ما في أشيء ما في أشيء منجد النيل يتعلق ويحرم الفريق الجزائري من أول الأهداف لا 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 مثل هذه اللقطات لا نتمنى بأن نشاهدها في هذه البطولة بطولة كازايد وفي كرة القدم بشكل عام لا نتمنى بأن نشاهد مثل هذه اللقطات أجمل ما في كرة القدم الروح الرياضية حلاوة كرة القدم بروح الرياضية العالية لذلك الآن الأمور سعود ولله الحمد تدخل كان موجود من محمد أمين على منجد النيل والمطالبة بطاقة على على محمد أمين بعد تدخله بشكل قوي على منجد النيل دكتور كما ذكرت مزمن أبو القاسم كان لحديد يعني عمود تحفيزي لنادي المريخ لأن الأمور النفسية والتهيئة النفسية في ضل الوضع اللي موجود علينا هذه المريخ مهم جدا والتهيئة النفسية في كرة القدم أمر مهم وإيجب تفعيله في كل الأندية كرة السودانية دائما اللي يشرفها خارجيا في الفترة الماضية الهلال والمريخ المريخ والهلال سيد البلد والزعيم هم دائما اللي كلهم حضور كبير في المحافل الخارجية للكرة السودانية دكتور المسلم اللي تحدث بأن عن حقائق قال كنا نتمنى أن يرتقي المريخ إلى الدور الأول في البطولة الأفريقية كي يصبح التأهل دافعا لفي نقاء اليوم لكن قدر وكتب نريد من فرسان الزعيم أن يتخذوا من عثرة كامبالا مدخلا للتأهل في الجزائر المباراة صعبة لكن عزيمة الرجال حاضرة قاتلوا كالأبطال لكي تفرحوا الأنصار هذه رسالة من دكتور من أبو القاسم للجماهير أو لللاعبين للاعبين المريخ حتى يعود الفريق ببطاقة الوصول إلى رفع النهاي هذا التدخل القوي على منجد النيل في اللعبة الماضية تدخل حاضر السلام إن شاء الله السلام إن شاء الله لمنجد الليل هذا جماهير الفريق الجزائري جماهير السانسيرو جماهير السانسيرو هذا هو لقبها يا السلام يا السلام تينا من سانسيرو ببلوغين عندنا غيرات هي الكحلة والحمراء هي الكحلة والحمراء هذه أهازيتهم في هذا المدرد يبلغون تنبات خمسة ويليام والكل يأتي بصوت واحد الكرة موجودة الآن محاولة هذه خطيرة العرضية المنتظرة أمام المرمى والخطرة مستمرة والغربال لكن حارس المرمى حارس المرمى تسألق تسألق حرم الغربال قال لك كفاية كفاية الهاترك يا محمد عبد الرحمن كفاية الهاترك في الذهاب كفاية الهدف الأسرى هذه الكرة العرضية والمحاولة اللي وصلت إلى الغربال ستتهم لكن اسماعيل منصوري أمسك الكرة الماضية بشكل ممتاز في هذه النقطة وحرم الغربال من هدف أول وحرم المريخان من هدف التقدم وهدف راح يضع نادي المريخ قدمه بشكل كبير في ربع النهاي 25 دقيقة وصلنا إلى دقيقة 26 والأمور تبقى عند التعادل السلبي ما بين الفريقين لا تعادل سلبي في تاريخ مواجهات الفريقين هل يحضر التعادل السلبي الأول في هذه المباراة وفي هذا اللقاء نشاهد ونتابع رمي التماس محاولة إلى عبد الرحمن ميزيان ميزيان نقل لكن خاطئة عادة مرة أخرى أدمى سريعة لمصلحة المريخ أمامي الكرة بتعدي ومتمر إلى رمي التماس محمد رشيد هو اللي يحاول في اللعبة الأخيرة لكنه بعدت من أمامي إلى رمي التماس اتحاد العاصمة فريق عريق فريق كبير فريق يحمل تاريخ كبير سوستارة من ألقابة الحمرة القابة عديدة لهذا الفريق اللي يقود المدنب باتيري فروغي الكرة بتعود والمحاولة تتخلص ويحظن عليها أحمد آدم يتركها تمر إلى ضربة مارمى ضربة مارمى هذه الكرة والمحاولة والتدخل اللي كان موجود حكو المرات أعطى الأدفانتج وصلت إلى فوزي ومع ذلك الفرصة مرت وعدت إلى ضربة مارمى اتحاد العاصمة الفريق اللي أسس في 1937 فكرة الإنشاء لهذا الكيان كانت قبل عامين من هذا التاريخ لكن المحاولات عن ذاك فشلت وبعدها حاولوا وأتت فكرة تأسيس هذا الكيان للدفاع عن القضية الوطنية وهنا بدأت الحكاية حكاية كيان عظيم تشاهد أمامك الآن كنا بتعود الآن محاولة حكاية كيان فاز بسبع بطلات وطنية ثمان كأس الجمهورية كأس السوبر في مشاركات الخارجية حضر في كأس أفريقيا عندي الفائزة بالكووس في 82 وصل إلى ربع النهاي العملاق الغير محظوظ هكذا أطرق عليه بلاتر قال هذا الفريق اللي أمامك هو عملاق غير محظوظ نعم اتحاد العاصمة في 82 وصل إلى دور ربع النهاي وخرج 89 وصل إلى دور ربع النهاي كوليبالي في 2002 وصل إلى دور نصف النهاي وأقصية أمام الوداد بعد ذلك في دور أبطال أفريقيا وصل لدور نصف النهاي وصل إلى النهاي في 2015 وخسر أمام نادي مازينبي وخسر في 2017 دور نصف النهاي أمام الوداد البيضاوي لذلك بلاتر جوزين بلاتر رئيس اتحاد كرة القدم أطرق رئيس الفيفا السابق أطلق عليه بأنه العملاق العملاق الغير محظوظ كرة موجودة الآن محاولة فيها صافرة وخطة صافرة وخطة في اللعبة الماضية بينما في البطولة العربية احتل مركز الثالث في 2003 في 2007 تل مركز الثالث في 2013 توجة باللقب في هذه البطولة العربية مسمىها الجديد وبدعم كبير من الانتحاد العربي لكرة القدم وبدعم كبير من معالي المستشار تركي من عبد المحسنان الشيخ وبقية اللاب على أعضاء الموجودين في الانتحاد العربي ويشكر على المبادرة اللي لابد بأن نشكره على هذه المبادرة في كل مباراة عندما أطلق على هذه البطولة بطولة كأزايد فخامت الاسم تكفي في هذه البطولة كأزايد للأنذية الأبطال كرة بتعودنا والله يرحم الشيخ زايد رحمة الله علي حكيم العرب عادة مرة أخرى المحاولة لمحمد مفتاح الأمور تبقى عند التعادل السلبي ما بين الفريقين كرة ومحاولة إلى مزيان مزيان نقلها خاطئة تعازموا عليهم هذه وصلت إلى الخطير إلى الخطير إلى الغربال محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن يفتقدني بأكريب لكن أقالها أماميا والكرة امتعود الآن محاولة ألبست في قدمها كان يحاول أن يلعبها بالكامل لقطة الأخيرة تشعاولك الكرة بعد ذلك عدت والمحاولة مرت إلى ركلة روكنية ركلة روكنية في اللعبة الأخيرة وفي اللقطة الأخيرة الكرة من محمد محمد تعتقده هو اللي حاول لكن كرة مرت إلى ركلة روكنية سبعيل منصوري عاليس المارمم يحمل شارة القيادة اليوم في هذه المباراة ركلة روكنية منقولة عرضية عالية لابفة بعيدة إلى ضربة مارمم ضربة مارمم اللعبة الماضية واللقطة الأخيرة ونصف ساعة شوط المباراة الأول مشاهدين متابعين ينقضي حتى هذه اللحظة أو تنقضي منه ثنين وثلاثين دقيقة والنتيجة سلبية ما بين الفريقين النتيجة بيضاء حتى هذه اللحظة لكن نتيجة تسعد المريخات تسعد جماهير اتحاد العاصمة كرة موجودة لا نمامية محاولة تتخلص وابتعود محمد مفتاح من أعظم القيادات والرجال اللي مروا على نادي المريخ عبر تاريخه الطويل يا فوزي إيايا المرحوم الحاد شاخور عبد الرحمن وحسن أبو عائلة ومهدي البكي وعبد الحميد الضوم ومحمد الياس وكوكبة طويلة من عظماء نادي المريخ مرورا بالرئيس السابق للنادي جمال الوالي أسماء تركت بصمة في تاريخ المريخ الكرة العرضية الخطيرة لكن بتعدي ويتمر إلى رمية تماث أرت الكرة الماضية وعدت إلى رمية تماث هذه الكرة العرضية من عبد الرحمن منزيان المتحرك في الجهة اليومنا في الجهة اليسرى ينتظرون خطورة أكبر من محمد أمين الكرة العرضية الجميلة اللي بتمر إلى رمية تماث في اللقطة الأخيرة ضاعت عدد فرصة سهلة لاتحاد العاصمة من ريخ اللي فاز بكاستي كافا في دول شرق وسط أفريقيا ثلاث مرات في 86 في تنزانيا وفي 94 في السودان و2014 في أرواندا كأس دبي الثهبي عام 87 في دبي عندما هزم الزمالك في تلك المباراة بضربات الحظ الترجيحية مباراة للتاريخ كرب تعود الان محاولة ولمسة أمامية تدخل صادق وتبعد عادت إلى ربيع مفتاح مباراة لانتونسة نعم ما بين الزمالك ونادي المريخ مباراة لن ينساها أبدا حارس المرمى حامد بريما من أساطير كرة القدم السودانية وحامل عرين حامد بريما حامد بريما اللي تلقى عرض في فترة من الفترات من أحد الأندية البلجيكية لكنه فضل الاستمرار مع نادي المريخ فضل الاستمرار في الكرة السودانية والأفريقية وقتها كانت السودان في أفضل حاله كرويا السودان اللي توجت في فترة ماضية بالعديد من البطولات والأرقام الكبيرة والجماهير اللي حضرت خلف منتخب بلادها اللي كانت تردد برانا برانا بنفوز على غانا وحضور لن ينسى لكرة القدم السودانية السودان التي قدمت كسلم قدمت الفاضل سانتو قدمت جيكسا أول لاعب وأعتقد بأن اللاعب العربي الوحيد اللي تلقى عرضا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكن لم يذهب إلى البوكا واستمر مع الهلال الكرة موجودة الآن عرضية تتخلصها وتمعد عادت مرة أخرى المحاولة بينما الكرة الجزائرية كانت ولازالت ولازالت الكرة الجزائرية بدأت قوية ومستمرة قوية العزيزائر اللي مدت جسر التواصل بينها وبين القارة العجوز وأعطت القارة العجوز لعبين كثر أبرزهم والنجم اللي لن ينسى في تاريخ بورتو والكرة الأوروبية رابح ماجر تخيل بأن كل هدف يسجل بالكعب يقولك على طريقة رابح ماجر تروح إلى بورتو إلى البرتغال تجد تمتال بهدف رابح ماجر بالكعب كنا بتعود الآن لاعب محل فخر رابح ماجر بعد ذلك النجوم بكثر اللي تعلقوا أبرزهم بالوقت الحالي حالي رياض محرز أنتوجب ببطولة الدولي مع نادي مغمور مع نادي لستر بقيادة المدن برانييري وفي الوقت الحالي الأسماء عديدة والأسماء كثيرة والجزائر أرض واللادم تمتلك أرض خصبة لإبراز المواهب والنجوم لكن المحزن محزن في تاريخ السودان واليناظر تاريخ السودان ويتذكر ما كان وما كانت عليه السودان زمان وما وصلت إليه الرياضة السودانية في الوقت الحالي يحزن صراحا سقور الجديان تاريخ عظيم ودائما ما نقولها بأن الماضي يطوى ولا يروى لكن إذا كان الماضي مرير لكن إذا كان الماضي عظيم يروى يروى ولا يطوى أبدا السودان من استضافت سانتوس اللي كان يضم الجوهراء بيليه وكارلوس ألبيرتو اللي زاروا السودان في 73 لباربول الإنجليزي لعب أمام منتخب الخرطوم في 82 كان وقتها هو بطلا لأوروبا وتعادل بنتيجة هدف لكل فريق سودان اللي استضافت الهومفيد المجري في 56 وكان أحد أقوى الأنديم في العالم وكان عندهم بوشكش السودان بجانب جنوب أفريقيا وأثيوبيا ومصر هم من أسسوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكرة بتعود الآن محاولة بتعدي وتمر إلى ركلة روكنية ركلة روكنية أحمد اللي خلص أبعدها إلى ركلة روكنية هذا التاج هو اللي أبعد الكرة الماضية تاج الدين أبعدها إلى ركلة روكنية والجماهير الجزائرية عادت مرة أخرى للمهازرة للتسجيع الكرة العرضية الأكل في أي بعاد تعود مرة أخرى لمصرعة اتحاد العاصمة فريقيا بحد عن هدف هدف أول في هذا الإقام هدف يعيد للأمل مرة أخرى هدف ينعيش العمال لعيب لعيب مزيان مزيان تمريره مزيان الكرة العرضية الخطيرة عمام المرمى يا السلام سجل اتحاد العاصمة بملعبة والجماهيرة في دارة أسامة شيتا أسامة شيتا يسعد تماهير السانسيرو يسعد تماهير اتحاد العاصمة يسعد هذا المدرج في دقائق الستة الأخيرة من شوط المباراة الأول هدف يأتي في توقيت مناسب في توقيت مناسب على الآن لم يتبقى سوى هدفين لكن يا مخرج عيدها من البداية عيدها من البداية وخلنا نشوف تمريرة مزيان مزيان اللي نقل كرة عرضية كانت مزيان والنهاية النهاية سعيدة من أسامة شيتا اللي وضع الكرة في الشباك الخالية حارس المرمى كان موجود خرج والتدخل بينه وبيننا محمد أمين نأكل مزيان مزيان مهارته مهارته التي حركت الشباك ووضعت نادي اتحاد العاصمة في المقدمة في هذا اللقاء وفي هذه المباراة شوه القرار الآن شوه القرار على كل مرات سلطان عبدالرزاك سلام إن شاء الله لمنجد النيل اللي ساقط على عرضية الملاب يعاني من إصابة فوزياية هذه الكرة العرضية الجميلة ومحمد أمين وتدخل وبعد ذلك المتابعة في اللقطة الماضية وهذه الكرة العرضية لحظة اطلاق الكرة راح نتركها للمحلل التحكيمي عبر بضب الرياضية راح يكون لحديث عن هذه اللقطة عن الكرة اللي طالب فيها اتحاد العاصمة بركل الجزاء في دقائق الماضية من هذا اللقاء والآن إسماعيل منصوري الكابيتانو يتحدث مع سلطان عبدالرزاك يتحدث مع سلطان عبدالرزاك بالسلام إن شاء الله لمنجد النيل يعاني من إصابة ساقط على أرضية الملاب هذا الكرة العرضية الجميلة وأسامة شيتا يحرك المدرجات أسامة شيتا يحرك المدرجات بهذا الهدف اللي يسجل وينعش الأمال بالنسبة لاتحاد العاصمة في شوطن مباراة الأول ينعش الأمال لكن لسه هدف سلطان عبدالرزاك والجماهير والجماهير التزايرية سعيدة سعيدة بي بي هذا التقدم حتى هذه اللحظة نعم وسامة شيتا هو من يسجل الآن في الدقيقة أربعين وليس الدقيقة عشرين وسامة شيتا الكرة موجودة الآن والمحاولة وصلت سهلة غريبة جدا الكرة الماضية ابتصل سهلة عند حارس المرمى وصلت سهلة عند حارس المرمى كرة بتعود الآن محاولة محمد رشيد عادت مرة أخرى باضي خطيرة محمد أمين محمد أمين لكن محمد أمين أرسل السهلة إلى حارس المرمى منجد النيل منجد النيل خرج توقيت المناسب أمسك بالكرة الماضية يبحث عن بداية تجمع هذه الكرة وخطيرة والتمريرة إلى محمد أمين محمد أمين حاول عادت وصلت سهلة عند حارس المرمى مرصب بضيع تعود مرة أخرى المحاولة في الأمام لمسرعة نادي المريخ مطالبة باحتساب خطب عكم اللقاء مرمى الاستمرار تعود مرة أخرى الكرة لتاج الدين يحاول بها هذا ضياب من قلب التأتي نوسرا إلى رمضان رمضان عجب نقلة لكرة عرضية خطيرة المحاولة بتعدي وتمر إلى ركلة أوروكنية ركلة أوروكنية هذه النقطة رمضان عجب مرتقدم نقل كرة عرضية والبعد ذلك المتابعة قبل أن نقل تيلة ركل أوروكنية على تنفيذها رمضان رمضان عاجف على تنفيذ القرى العرثية العالية تتخلص و Ladies و Bis 스크ertos الدي وبدعود عادة الناسان النعسان النعسان خالد 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 يوقف على الكرة خالد رديهم سقوط على أرضية الملعب مطالبة بإحتساب ركلة جزاب حق المرأة إحتساب ركلة أوروكنية ركلة أوروكنية في اللعبة الأخيرة وفي اللقطة الماضية يقول بأن في همسك محمد هاشم يقول بأنه في همسك اللقطة الماضية حكم اللقاء يحتسب راكلة ركنية حقار هو على تنفيذ هذه الكرة حقار على تنفيذ الراكلة الركنية راكلة ركنية منقولة عرضية عالية لكن الكرة تتخلص تعود مرة أخرى لمحمد عبدالرحمن أربع دقائق وقت محتسبة رضايع في شوط المباراة الأول اللي فيه هدفه وحيد في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الأول الكرة بتعود الآن محاولة يحاول المريق في اللحظات الماضية بحثا عن هدف التعادل وبحثا عن إعادة الفارق إلى ثلاثة أهداف مرة أخرى أصبح الفارق الآن هدفين الفارق أصبح هدفين وعلى اتحاد العاصمة أن يسجل هدفين إذا أراد أن يصل إلى ربع النهاي من بطولة كاز زايد للعندية الأبطال وعلى المريق أن يحافظ على هذه النتيجة أو يسجل التعادل والكرة العرضية بتعدي وبتمر إلى ضربة مرمى محمد أمين محمد أمين لاعب المسعد بتحركاته لكنه أهدر العديد من الكرات في شوط المباراة الأول هذه الكرة العرضية الجميلة والرأسية اللي بتمر بجوال القائم إلى ضربة مرمى ضربة مرمى محمد أمين هو اللي حاول فيها عرضية رائعة النجم المميز لا أعتقد بأن فوزي يايب هو اللي حاول في الكرة الأخيرة كرة بتعود الآن محاولة لحمد بن يحيى أعاد السائل عن حارس المرمى ربيع مفتاح اللي ينقل كرة أمامية فيها تدخل وهناك صابرة وخطى صابرة وخطى على محمد أمين محمد أمين حامية واحد من الأوراق الأساسية والمهمة في تشكيل التاناديم اتحاد العاصمة من الكؤوس التاريخية اللي يفتخر فيها المريخام كأس العاهل السعودي الملك فيصل وكأس رئيس النيجر أبو كاسا وكأس افتتاح جامعة تاجوبا في 77 وكأس الرئيس الصومالي شارماركي والكثير من كوسو الرؤساء مريخ صاحب المعجزة القروية المدونة في زجلات الفيفا عندما تحصل على كاس الدوري بدون هزيمة ولا تعادل في 71-72 ثم تحصل على الدوري في الموسم التالي مباشرة بدون هزيمة وبتعادل واحد كان أمام فريق التحرير في 72-73 أرقام لن ينسها التاريخ أرقام لن ينسها أبدا التاريخ هذه الكرة والتدخل اللي كانت أو التدخل اللي كان موجود في اللعبة الماضية تعود مرة أخرى في وسط الملعب أرقام عظيمة سجلها المريخ في السبعينيات وفي سنوات كانت الكرة السودانية حديث أفريقيا شكرا لمنصور سيندي عن إعلامي اللي على فكرة هو موجود ضمن 300 شخصية تاريخية في نادي المريخ رمية تماس ملعوبة أنا مامية محاولة لكن هناك أيضا تدخل حاكم المبارات يحتسب خطام للغربال ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه الغربال الغربال واحد من أبناء الهلال وادعى الهلال انتقل للمريخ سجل في مرمى الهلال والهلال في تلك النسخة وادعى بطولة دوري أبطال أفريقيا ولعب في كأس الاتحاد الأفريقي والمريخ انتصر على الهلال لكنه وادعى بطولة دوري أبطال أفريقيا ولم يتاهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي لكنها كانت مباراة خاصة للغربال في تلك المباراة الآن كرة وضرب حرة مباشرة ضرب حرة مباشرة لرمضان عجب نقلها عرضية خلاص الوقت الأصلي انتهى والوقت المحتسب بدل الضائع أيضا انتهى وحكم المباراة سلطان عبد الرزاق يعلن عن نهاية توط المباراة الأول الجميل والمثير ما بين الفريقين بتقدم لاتحاد العاصمة الفريق الجزائري في ملعبه يتفوق بهدف مقابل لشيب شوطاني منتظر ومتوقع بأن يكون أفضل حالة من سابقه إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محمد الشامسي أما الآن الكلمة تعود للزميل العزيز طارق الحمادي طارق ترجمة نانسي قنقر